شاهدين على المزيد ورحب بضيفي عبر سكايب من بيروت دكتور محمد موسى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية ورحب بك دكتور محمد ما الذي يعنيه إفلاس لبنان وإعلان نائب رئيس الحكومة عن ذلك مساء الخير لك زياد مساء الخير لإدارتكم الموقرة ولكل عامليكم ولكل مشاهديكم كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك بالحقيقة إعلان نائب رئيس الحكومة السيد سعادة الشامي البارحة وإن كان مفاجئا للكثيرين إنما بالنسبة لي لم يكن مفاجئا فنحن نتحدث عن دولة تعاني وتصارع منذ العام 2015 منذ أيام الهندسات المالية التي جاء بها حاكم مصرف لبنان وجاءت لحساب المصارف أنذاك على حساب المودعين شراءا للوقت حتى جاء مؤتمر باريس ومنذ ذلك الحين إبان حكومة الرئيس سعد الحريري لم يقم السياسيون اللبنانيون بأدنى أدنى مقومات الإصلاحات المتطلبة والتي طلبها المجتمع الدولي وطلبها نادي باريس مرات إلا أنهم تقاعسوا عن فعل مجباتهم من الإصلاحات في قطاعات الكهرباء الإصلاح للقطاع المصرفي هيكلة القطاع المصرفي تغيير السياسات المالية إلى سياسات جديدة موازنات سليمة ومتقشفة تضمن عدم انكماش الاقتصاد معالجة خدمة الدين العام وما طرأ من الدين العام والرقم الذي وصل إلى قرابة المائة مليار مع سبتي ونصف فائدة سنويا إصلاح القطاع العام المتضخم بحوالي 300 ألف بدل ذلك بالعكس زادوا موظفين إبان انتخابات 2018 ماذا عن سعر الصرف الذي لم يؤذب ماذا عن التقديمات الاجتماعية كل ذلك أودى إلى هذا التصريح وللمناسبة للتذكير ذات يوم خرج غطة بطرك الموارنة الكاردينال بشار الراعي أوائل العام 2018-2019 من عند فخامة الرئيس وقال لبنان بلد مفلس بالحقيقة هذا قادم أما تصريح فعلي صدر عن الدولة اللبنانية بإفلاسها وإفلاس مصر في لبنان حتى الساعة لم يأتي إنما جاء ذلك في سياق برنامج تلفزيوني تحليلي طيب هل نحن أمام ذروة أزمة أم نتيجة لها أم بداية نفق نفق مظلم ربما يدخله لبنان والله يا زياد أخشى ما أخشاه أن نكون نحن في بداية النفق المظلم للحقيقة كل المؤشرات لا تفي بأننا قادمون إلى الحلحلة برغم الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد للمناسبة نحن منذ عامين ونحن نذهب ونعود مع صندوق النقد مرة عينما ذهب اللبنانيون بثلاثة مفاوضين مصرف لبنان وجمعية المصارف والدولة اللبنانية وكل كان له رؤيته وكل على ليله يغني أما اليوم فحتى الساعة لا كابيتال كونترول على سبيل المثال هناك صدمات بين الرئاسات لا أدري كرة النار من يتقاذفها يوم الكابيتال كونترول في المجلس النيابي ثم يرد إلى الحكومة ثم ترده الحكومة على أمل التصويت وبالتالي قد يكون العائق السياسي ونحن على أبواب انتخابات نيابية ولا أحد يجرؤ على الحديث مع اللبنانيين أن وادعهم باتت في خطر أو باتت سراب وبالتالي لن يجرؤ أحد ربما يذهبوا إلى عنوين رئيسية أو عنوين عريضة لاتفاق مع صندوق النقد وتبقى التفاصيل بعد الانتخابات النيابية ولكن من المؤكد أن لبنان في وضع حساس جدا 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 طيب دكتور محمد يعني أرجو الاختصار قليلا بالأجوب لأنه نريد أن نستفيد من وجودك بأكثر قدر ممكن لا شك بأنه الجميع مسؤول في لبنان الطبقة السياسية أقصد والطبقة الحكم مسؤولة عما وصلت إليه الأمور ولكن بالتأكيد أيضا بأنه درجات المسؤولية تتفاوت إلى أي مدى يعتبر المسؤول الأول عن ما وصلت إليه البلاد هو الأكثر نفوذا في البلاد لا شك إذا كنت تلمح إلى حزب الله فحزب الله شريك في كل الحكومات وبالتالي ربما شريك إذا شئت كما يروي العديدين بالقطع العلاقات مع العديد من الدول العربية ولكن هذا لا يغفل سياسات قائمة منذ ثلاثين عاما ديون يعني كنا نقترض بفوائد هائلة في لبنان ماذا عن باقي الأفريقاء السياسيين المشاركين في الحكومة الذين لم يكن صوتهم يكاد يطلع تعاقب على وزارة المالية من كل الملل ومن كل الجهات السياسية ولم نجد من يرفع أنمله أو أصبعه ليقول هذا خطأ وهذا صواب الكل يدرك أن الخطر السيادي على الديون كان منذ العام 2015 لا أحد يعني معلي اليوم يتهم حاكم مصرف لبنان وهو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الفاسدة ولكن بالمقابل مصرف لبنان كان يطبق سياسات الحكومة ماذا عن جمعية المصارف والمصارف التي تعرضت لدولة مفلسة اكسي بلوجر لدولة شبه مفلسة من أعطاهم الحق ليتصرفوا بأموال المدعين اللبنانيين شقى اللبنانيين ثلاثين عاما في أفريقيا وأوروبا كانوا يحولوهم إلى أرضهم الأم اليوم لن يحصدوا شيئا للأسر أليس العناد ورفض الإنصاط للحراك في لبنان الحراك الشعبي الذي جرى على مدار عامين أو قبل عامين تقريبا أليس هذا العناد وعدم الإنصاط للحراك الشعبي والتمسك والتشبث بالمناصب وبالنفوذ هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه البلاد زياد هو جزء لا يتجزأ نعم سماع صوت الناس كان ضروريا الانتخابات النيابية المبكرة آنذاك كانت ضرورية ولكن هناك مؤشرات اقتصادية وسياسية هائلة يعني يصعب الوقت لكي نمو ولكن دعني أقول لك مؤشرات الفساد الدولة المئة مئة وصبع وعربعين الفشل الحكومي الدولة رقم أربعة وثلاثين في العالم مؤشرات السعادة لبنان ثاني أتعس دولة وبالتالي يا سيد الكريم نحن أمام مشهد صعب بكل المقاييس وبالتالي نعم صوت حراك تشرين كان يجب أن يسمع ولكن للأسف اليوم على أبواب انتخابات نيابية لوائح تشرين 17 تشرين والثورة مشرذمة وهذه القوى السياسية تعيد نفسها للانتخاب للأسف طيب دكتور محمد سؤال يطرح نفسه أنا يعني فاجأتني معلومة بأنه لبنان ثاني أكبر دولة عربية بمخزون الذهب لديها بعد السعودية كيف يمكن لدولة مثل هذه أن تصل إلى هذه الدرجة من الإفلاس؟ يا سيدي العدل أساس الملك والحوكمة أساس العدل عندما يكون إدارة رشيدة ولا حوكمة رشيدة توقع كل شيء توقع أصعب من الإفلاس وبالتالي أقول لك بكل بساطة عدم إدارة موارد الدولة بالطريقة السليمة تغطية الفساد والمفسدين أوصل إلى ما أوصلنا إليك وبالتالي نعم هذا الدهب قد يكون الملاذ الأخير لكي تبني لبنة استثمارية ولا يذهب ريعيا إلى هذا أو ذاك وبالتالي يبقى الرهان على انتخابات نيابية قادمة تولد أغلبية نيابية قادرة على انتشاء لبنان وإبرامه تسوية ذات قيمة مع صلدوق النقد الدولي ثم تسوية حدوده ثم تسوية ديونه وإعادة هيكلتها مع الدائنين ضمن شروط مقبولة لإعادة ما يسمى بالكريدت ديفولت سواب أو إعادة هيكلة الديون ضمن فوائد والذهاب إلى تريبل بي أو ما يعرف بالفارتيسيبش مشاركة بين القطاع الأطعام والخاص للوصول إلى حلول أولية بدل وصول لبنان للأسف إلى الدرك الأسفل أو ما يعرف في جهنم أشكرك جزيلا دكتور محمد موسى الأكاديمي والباحث في شؤون السياسية كنت معي عبر سكايب من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر